افتتح محافظة الإسماعيلية شريف بشارة حديقة المعرفة التي تعد أحدث الحضائق المقامة بالتزامن مع قرب احتفالات محافظة الإسماعيلية بمهرجان المانجو في دورته الأولى هذا وقد أكد محافظة الإسماعيلية أن إجمالية مساحة الحضائق والمتنزهات العامة والميادين التي تم تطويرها بمحافظة الإسماعيلية خلال الفترة من عام 2019 وحتى الآن يتعدى العشرة أفدنة بالإضافة إلى سبعة أفدنة مسطح أخضر بالحديقة الدولية بالطريق الدائرية